اشتركوا في القناة يا مرحبا يا ألف مرحبا دا مولاي داين أنا باقي داين أنا داين أنا بغيت دوز المتحان ديال آدم بغيت داين لديك خيران إن شاء الله بغيت دوز المتحان ديال آدم في المسجد ديال القرية أي أي إن شاء الله سيطيب شهل داين عمور ديالك مولاي تبارك الله شبه بالحمد لله ربي العمر وتدربت شوية على الآدم لأن من لك تبغيت دوز المتحان أمام اللجنة كي شبهت الصوت والإتقان والجودة والآداء ساعتين ونصف أياه وترشحوا ربما عدد للناس لهذه المهمة لا عن وحدة والقرير أنا بوحدة أني باندوز أنت بوحدك أو لا لا ترشحتي بوحدك لا وجود لمنافس إن شاء الله قد كنت أول فائز بإذن الله وتأخذ المهمة بإذن الله الله يكمل لك الرجاء السيطيبي يا ربي كريم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك في هذا المهمة الطيب المباركة يا سيدي إياه أيام شرفين كانت شرف بالمعرفة ديلك أمولي جزاك الله الفخير الله يشافيه يا ربي الله يشافيهم جميعا ويصلحهم جميعا ويباركهم جميعا الله يسعى علينا الرحمة ويسكن فسيح الجنة يا ربي الليلة المباركة من شهر ربيع الأول ذكر مولد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الله يرحمه ورحمة واسعة ويحفظك الدرية الطيبة ويسيلك الله من فضله سيطيب أول حاجة هنئن لك هنئن لك لأنك انتبهت أن تكون مؤذنا والآذان ربما بعض الناس يغفلون عن فضله وكرمته المؤذن هو عبارة عن مذكر بالله وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين وهو إيقاد لهمم الغافلين إنسان يكون في عمله منشغلا ولما يسمع الآذان ينتبه فالمؤذن هو تنبيه للغافلين ويرفع صوته جهارا بالقوة يرفعه للنداء إلى الصلاة يقول حي على الصلاة حي على الفلاة تعالوا تعالوا للصلاة تعالوا لليل الفلاح ويرفع صوته بالتوحيد لا إله إلا الله ويشهد بنو موة سيدنا محمد محمد رسول الله هذه المهمة رفيعة على قدر ما يمتد صوت المؤذن على قدر ما يستغفر له من حجر أو شجر أو وبار أو أي كان كل من سمع صوتا مؤذن إلا ويستغفر له حتى الحيتان في قاع البحر هذا شرف عظيم وهذه المهمة لا تعطى إلا لمن أحبه الله واختاره واستفاه لكي يكون داعيا إلى سبيله المستقيم فهنيئ لك سيدي طيب على هذا المهمة ويعدت هذا المهمة لاحظنا في السنوات الأخيرة لم تعد هكذا تلقائية تعطى للمؤذن وإنما المؤذن يخضع لوحد الامتحان أمام لجنة علمية تابعة للمجلس العلمي الإقليمي المحلي فيستمعون إلى إلى صيغة آذانه أن تكون بالطريقة المغربية لأن هناك تقريبا ست صيغ للآذان والمغاربة توافقوا على صيغة من هذه الصيغة لا بد أن تكون بالصيغة المغربية وباللون المغربي ليس باللون المشرقي لأن كل ما اتقل خصوصيتها وأن يؤدي هذه الكلمات بنطق صحيح أن يكون النطق صحيحا لكن هناك إدغام هناك إخفاء هناك قلقلة هناك تكرار وغير ذلك من القواعد المعروفة عند علماء التجويد ثم أن يكون له نفس طويل أنه لما يؤدي له صوت يتمدد وغير هذا أيضا أن يكون إنسان يعني محايد إنسان غايته هو أن يؤدي لله لا علاقة له لا بكذا ولا بكذا لأنك قد تقع هناك فتن قد يقع هناك صراع وخلفات بين الناس وذلك متوقع في كل منطقة فهو لا يتدخل في هذا ولدك هو يشتغل للإعلام عن التوقيت في الوقت المناسب ومعروف عنه أنه يكون إنسان مستقيم وبعيد عن الشبهات وإنسان يكون مقبل على الصلاة بخشوع صفات كثيرة تتوفر في المؤذن فمن وفقه الله لذلك فهديئا له ربنا يعطيه من الأجر والتواب ما الله بيعليم أسأل الله الكريم أخي طيب أن يوفقك لهذه المهمة وأن يبالك لك في صوتك وفي دينك وفي أولادك وفي رزقك اللهم أمين اللهم أمين يا ربي يا كريم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله بارك الله فيك ولله الحمد أهلا أم تسليم عقلت عليك بنت عقلت عليك هذه اسمية جميلة قرآنية ورعا في التأيام من صباح قلت لي عيس الأمي قريبا بيتنظر مع أمام آفك يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا أمي قريبا أهلا ألو بنتي تسليم حياك الله أهلا وسهلا بيك لباس جزيبtım مبارك فيك سعيدة تسليم باماك ش吐ك الملاميس ل meg Grand باماك أصبت لكم الحلوية الملاميس اللهم مبارك الله يصحى عليك تبارك الله الله مبارك الله يصحى عليك مريضة قليلا عندما يكون مريضة ومحكا فيها لحمه تتخلصيها مع المس لا يشفيك لا يشفيك لا حول ولا قوة إلا بالله لا يشفيك لا يشفيك لا يشفيك كما كان لديك بيكون لديك بس بيكي بحلالي ابنتك تنمي بيوك صبقين عسا صبق ديرا الصيرام والأوثيجين والرقية تكن تكن مصاجر تكن أولد ودبا الحمدولي الله لكنها تكون مقلقة شوية وما كان قدر نصله وانا كان بغين نصله وانا كان بغين نقرأ وانا كان قدر وانا كان قدر لكن وجدت عدم وانا كانت كما جديد واشفت قلت الجهاز الهضلي وكانت قدره انت خيره وكانت كل شيء لا أردد لا يشفيك وكانت بغين نأم لا يشفيك لديك وخي قاليك أمان قوليك شانا اخودي شي دواوش قاليك الدوا ما غادي ديليك وردك شغالي في باب المارد بجهدو قالي خييت لحما كدير قاليك ما عندي اذا ما نزيد لك شغال الله سبحانه وتعالك سكت صبري قاليك الدوا ما غادي ديليك وردو وعشانا نخيديك قاعد دوا انت شربه فاشقا عطان كترم لك الدوا صافتين وضعي المعدة صافيكات حفرية المكرى صافيكة ونقشتنا كل جاع المامات قدرش نشربه ثم رقع ما كان شرب على يومين الله شافيكة بنتي الله شافيكة شرب ما كان خلص نشرب كانت فدقاء الماكلة باشنا ناكلش تقولي طبب رخسكي ضروري تاكل يلقع بيتناقول يلي واحد راقي مسكين عندي تيز كي تقولي يا رخسكي ضروري تاكل يتبقى قاعدة تنفيقها تقولي بابا الله رجل يحطي تجي ايه باجدو دا شوية الماكلة ما كانت خطر شو دا شي نجي بحلقة بحاجة تيانا ورجل الله شافيكة بنتي تنقنني على أبسط حاجة تقولي شي تتخرب قلينا لا إله إلا الله الله شافيكة بنتي يا ربي يا بنتي يا ربي يا ربي يا كريم وخبنتي بإذن الله الله شافيك الله شافيك بنتي لا حول ولا قوة إلا بالله بارك الله فيك بارك الله فيك بنتي بارك الله فيك حافظك الله ورعك لا حول ولا قوة إلا بالله لأن لوفاء أم تسنيم علينا أن نستحضر واحد الآية قرآنية ذكرها ربنا عز وجل في كتابه العزيز تلخص كل ما قلتي هذا المشهد الذي يبدو لنا في الحياة الدنيا تلخصه كلمة واحدة آية واحدة في القرآن العظيم لما قال ربنا سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان في كبد ولقد خلقنا الإنسان في كبد معنى أن الإنسان يكابد الكبد هو ألم يصيب الكبد الآن إنسان كيتعرض للمعاناة كيتعرض لألام هذا نصيبه في الدنيا هكذا خلق الله الوجود من أرد أن يتقبل ذلك فله الرضا ومن لم يتقبل سيعاني الأمرين مرتين إما أن تتقبل ذلك وإما أنك تتعاني الأمرين مرتين ولقد خلقنا الإنسان في كبد الإنسان منذ أن يولد في هذه الحياة وهو يتألم لما يكون الجانين في بطن أمه كيشعر بالألم وحينما يريد أن يخرج من بطن أمه يتألم تسمع الصراخ والمرأة الحاملة عند العويل والألم ولكن بعد ذلك بعد الألم تأتي الراحة وتأتي الزغريد وتأتي الأفراح وتأتي العقيقة والأطعمة والأشربة والناس كلهم فرحانين ثم بعد ذلك تتجدد الألم طفل صغير لا بد أنه يتداول الرضاع كتجي مرحلة الأسنان كي يوقع لي ألم فضيع وكي عضمه في التديد والأم كتألمه وكي يبكي بالليل ألم وبعد ذلك كي يكبره السللات وكي يعود بخير وكي يوقف على رجلاته وكي يبقى غادع كتجي ألم أخرى ألم للتعلم قيدخل المدرسة غادي يقرأ خيف المدرسة خيف المدير يستيقظ مبكرا خصو يحفظ دروس دياله غادي يكون لعصا ألم ولما يكبر ويتنتهي الدراسة بعد السنوات الطويلة وقبلها كيدخل المراحقة كي يعود عنده كيعود من الذين قال في أم الله تعالى وإن عليكم لحافظين كيراما كاتبين كيعود توا مسؤول كان برفوع عنده القلم ولا القلم موضوع عليه فكي يبدأ عنده ألم المراحق ألم لأنك يشعر بأنه محسوم عليه جميع أعماله وعنده رغبات وعنده شهوات وعنده ملدات وكي يبقى حتى كسر الدراسة دياله من كسر الدراسة بعد آلام والدراسات وسهر وتعب كي يقلب على عمل عاوتاني مواجهة آلام أخرى كي يقلب على عمل مدة طويلة اختبارات وربما كي يدير وقفة احتجاجية باشي يكون مع الذين يحظون بالتوظيف وبعد أن يشتغل غير يدخل واحد العالم آخر عاوتاني للألام غير يلقى مع زملائه غير يلقى هناك منافسة غير شريفة غير يلقى بعض الحاقدين غير ألام دائما مستمرة ولقد خلقنا الإنسان فيه كبن ثم بعد ذلك كي يبغي يتزوج كي يتزوج كذلك المحطة عن زوجها أو المحطة عن زوج شاق كي يبقى يبحث الإنسان عن نصفه الآخر قد يتعطر ويطول الأبد في العثور على المرغوب فيه آلام كثيرة ومعاناة ثم لما يتزوج وقد يدخل القفص الدهبي كتنزوح لمدة كتنزوح لحظة دي المتعة كتجيع أو تاني مشاكل زوجية وصراعات وخلافات آلام ثم كي يعطيك الله أولاد كتعود للقصة من الأول وهذا الأولاد خصونا فقط فتمحثوا عن المال وقد تتعرضوا لبعض الاختبارات أنك قد تتعامل بالريشوة قد تتعامل بالربا قد تتعامل بالحرام بالنصف بالاعتيال واش تجيب الطعام الحلال آلام صراع داخلي وهكذا كي يبقى الإنسان طول عمره كي يشعر كي يشعر بهذه المعاناة لأن ربنا عز وجل قال لنا ولقد خلقنا الإنسان في كبن إلى أن يكبر ويصير بعد الكهولة كيدخل إلى فترة الشيخوخة وكي يجي آلام أخرى دين الأمراض والأسقام وكي يجي ربما للنسيان وكي يجي ربما الإهمال الأساري آلام كثيرة إلى أن يموت وقبل أن يموت كي يبقى عنده آلام أخرى يحتضر يتألم لكي يخرج هذه الروح وكي يسي للنبي يقول إن للموت لسكرات آلام فضيعة ثم ذلك لما يموت يدخل إلى القبر يسأل يسأل عن شبابه فيما أبلاه وعن عمره فيما أفناه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسم وفيما أنفق آلام ولكن بعد ذلك كي يأتي الراحة المطلقة الأبدية وهي لما ينتقن الإنسان إلى رحمة الله الواسعة إلى جنة عرضها السماوات والأرض هذه اللحظة ما فيش آلام نهائيا ولو بتقن حب الضرة ما فيش آلام ما فيش هموم ما فيش معاناة خلود أبدي كله هناء ومتع وأفراح ومسرات الآلام هي فقط في الحياة الدنيا وهي قصيرة جدا بين سبتين أو سبعين سنة بقياس الله دقيقة أو دقيقتين علينا أن نصبر على هذه الآلام كنقول الكلام كله لأم تسليم لأن المشكل ديالك بنتي ربما قد لا يكون سممه الدواء من عند الطبيب قد يكون المشكل هو عند كثير من الناس هو عدم تقبل الوضع لأن أتعيش فيه ككل وضع اللي عندي ربما وضع ناقص إنسان ينظر حوله كالقناة سعيشين في واحد مستوى رفيع أو علاقة إنسانية قد قد أكثر راحة وربما وضعه نظرته للموجود نظرته للحياة نظرته للمحيط دياله أنها غير مستوية كيشعر ديما كالنقصان وكأنه ضيع وأنه محجور وأنه ما عنده ظهر هالتراكمات كتأدي إلى وحد الشعور بالمغص في المعيدة كيسم الأعصاب ديالي المعيدة السبب دياله مش المرض العضوي السبب دياله هو منطق التفكير منهج التفكير كنكون أنا ما عجبني الوضع وغير راضي على الوضع كيتحول ذلك إلى ضغوطات في الجسم ديالي وكأنه ظهر فيها أمراض أمراض المفاصل أمراض صدع الدماغ أمراض انقباض النفس هذه كله أمراض في غالبها ليست أمراضا عضوية هذه الأمراض يعالجوا الأطباء الشطار آخر النظريات في علم الطب تعالجوا بأن نغير نظرتنا للوجود نغير نظرتنا للحياة نستقبل الحياة كما هي نقول ربي قال لنا ولقد خلقنا الإنسان فيك من هو سبحانه وتعالى أخبرنا من الحقيقة وأنا راضي راضي اللي جات لي كان نصبر عليها واللي مشات كان عاود ربي يخلف عليها وغادي الحياة كده حياة أشياء جميلة جدا في الحياة وكده أشياء أخرى مؤلمة والحياة غادي هكذا غادي غادي بوحدة لا توازن هكذا خلق الله الوجود لأنها الدنيا وقصيرة والحياة الطيبة النقية الصفية حتى بعد أن ننتقل من عالم الفناء إلى عالم البقاء لأننا هنا الآن نحن الآن في محل اختبار لنبلوكم وأيكم وأحسن عمل ليبلوكم الله تعالى لقيمتني كل واحد مننا هل يصبر هل يحتسب مجرد أن أستوعب هذه المعاني وأن تدخل في قلبي وعقلي سأجد بأنني أستطيع أن أعالج نفسي بنفسي بغير دواء لن أحتاج إلى دواء لن أحتاج إلى معالج لن أحتاج إلى راقي لن أحتاج إلى طبيب ولا إلى صيدني ولا لأي كان سأعالج نفسي بنفسي بقوة الإيمان واليقين لأنك تتصالح مع نفسك تتصالح مع محيطك قد قل الله يجعل بركة واتشل قسم الله مرحبا به وأنا كله همي إذا جاء وقت الصلاة أصلي لله وبعده يقوم بالأعمال المضاطبي عندنا كل واحد فينا أعطى الله مهمة في الحياة أعطى واحد العمل خصي تقوم بالعمل المضاطبك مقامك حيث أقامك كل واحد ربي وضعه في واحد المقام معين يقوم بالعمل عليه وبالي يجي وقت الصلاة هذه لحظة لحظة شحن الشحن الإيماني كانت توضى وكانت صلي لله تعالى وتستمر الحياة غدا وبعد غد شهر وبعد شهر عام وبعد عام ونحن نسير لكي ننتهي إلى وحد المحطة نهائية هذه المحطة بالي يموت فيها الصلحة يقول لي هدئة لك هدئة لك أتممت أتممت التجربة بنجاح هدئة لك وسوف تنتقل الآن لتسلم الجائزة بهذه المنطق أيها الأحب الكرام ممكن أن نتخلص من الكثير من الأمراض التي نعاني منها وتأكدوا بأن الأمراض النفسية هي أكثر بكثير من الأمراض العضوية في سائر المجتمعات في سائر المجتمعات خصوصا الغربية المتقدمة الأمراض النفسية هي أبعاث مضاعفة لأمراض العضوية والأمراض النفسية إذا انظرنا لها غيرقوا أكثر من 70% منها رأى مرض واحد ولو عندها مسميات كثيرة علمية في الطب النفسي هو مسمى واحد سمه القرآن الوسوسة معظم الأمراض النفسية رأى راغل وسوسة راغل واحد قال اسم عرسو وكيسمع أصوات في رأسه أو قد جاء خواطر نهدية هي عبارة عن وسوسة هذه الوسوسة لا أستمع إليها لا أنتمه إليها إلا كانت هي كيسموها علماء الطب النفسي بالتفكير الغير المنقطع محلو حد الروبيلي محلول كيف قد نهر كامل وكيكم الطريقة أخصي الغلق الروبيلي كيف أغلقه أنني الفكر ديالي الفكر أخصي لنبدأ أن يكون مرتبطا بالله مشغولا بالله وهذا يقتضي أن اللساني يكون فيه الذكر والعقل فيه الفكر عقلي أتفكر في جلال الله وفي كتاب الله نقرأ القرآن العظيم غيرك نحاول نختم أقرأ القرآن القراءة التدبر وأنا كنت تفكر في المعاني وفي الآيات هذاك علاج رغم أنه أجر وتواب هو علاج العقل لي عنده الوسوسة هذه واحدة وصفة ليمتح للجميع لي عنده الوسوسة ما يبقىش يقلم عن الأدوية هنا وهناك ياخد القرآن العظيم ويقرأه بتدبر كذلك يقول لك أنك أقرأ البقرة كل نهار موقع لي وانو لأنك تقرأها قراءة تسلسلية ختامية مش تختم يقرأها قراءة تدبر يقرأ كل آيات بتدبر كل معنى أقف عند مدى يقصد ربنا بكذا مدى أستعين بكتاب التفسير الميسر وغيرك أن العقل لديك الفكر صار يتغدى بالنور القرآني الوسوسة ما تدرش بك نهائيا نهائيا مليون في المئة الوسوسة والكلام الثاريغ ما يسمى بالهرطقة والهالوسا وكلك المصطلحات التي تدل على الضياء والتمزق الفكري هذه كلها ما تدرش بك نهائيا هتلقى عندك واحد العقل صحيح وسليم ومستكر وتلقى بالتالي تنعكسه على النفس نفس راضية مرتاحة والجسد قادر على تحب المشاق الحياة وغيرك أنك قادر على أن تسير على السكة الصحيح بنت أم تسليم حول ما أمكن تخرجي من دائرة الفراغ دائرة الفراغ اللي عندك رهي السبب الأساسي لك تخلي الكثير من الناس يتعبون ويتصارعون الفراغ هو عدو الإنسان لا بد أن يكون عندي أنشطة أقوم بها إما أعمال منتجة كي بعض ربات الميوت ما عندهمش عمال ممكن نخلق لي عمل كي لك يدروا أعمال في البيت إما خياطة إما فصالة إما طبخ إما كده واللي ملقى مدير طريقة سهلة بسيطة جدا كم شون المساجد عندنا الحمد لله جلسات لتعليم القرآن كي لك في المساجد كي أخوات فضلات لفائدة النساء كيعلموا مبادئ الدين مبادئ القراءة أو الكتابة وكي يقول لهم ممكن نخارط معهم في خارجات كي دروا خارجات كي دروا جلسات كي دروا رحلات فيما بينهم زيارات كي تلقى صدقات على أساس الدين كي تلقى في المساجد فعلماء علمات أجلاء كي يقوموا بأعمال كثير وانا حضرتوا مع بعضهم هناك ما شاء الله كي تلقى بكي دروا عائلة أكثر من الإخوة والأخوات ما كي لا قيل ولا قيل ولا نميمة ولا غيبة كي يتعاملوا مع القرآن العظيم مع السنة النبوية مع التفقه في الدين ثم بعد ذلك كي يكون تفويج والترويح عن النفس خارجة ربيعية نزهة أو زيارة عند بعضهم البعض دون تفاخر كتكون لك المربية كتكون لهم دون تفاخر وكي يعد الإنسان عنده واحد الفضاء واسع يغير فيه الأجواء وكي ارتاح لأن الفراغ هو عدو الإنسان اللي كي بقى بحضو كي تسلط عليه الوسواس الخناس وكي بدي يكل منه أش كي يكل منه واحد المادة عندنا في أجسامنا اللي كتسمى رحيق الحياة كي بدي يمصها منك بيخلك تاكل بيخلك نعس بيخلي عندك الخاطر متسعة وكي تلقى النزاع بين الزوجة والزوج وكي تلقى الأعصاب ما بين الأم وأولادها وكي تلقى الحياة غدية وقفة أو رجعة بالنور مع أن الحياة هي لا بد أن تسير نحو المستقبل الحياة تسير الفلك كله كيدور الأفلاة كلها تدور محل العجلة وانت وقف وحدك هتألم واتكون خاصة عندك مضاعفة اعلموا أيها الأحباب الكرام أن ربنا عز وجل قال لنا ولقد خلقنا الإنسان في كبد يعني تعم ومشقها لا تظنوا بأن واحد اليوم من الأيام غد جي واحد الحكومة اللي غد دلنا المدينة الفاضلة وغد يكون جميع أبناء الشعب عيشين في آريحية وعندهم أجور عالية وعندهم وعندهم أبدا الحياة هكذا من اللي كانت زياد من هذه الواجهة كتعود تلزل من الواجهة الثانية ره الدول المتقدمة العليا اللي عند أكبر دخل فرد في العالم ره متقدمة ماديا ولكنها منتكسة على مستوى النفسي عندهم الانتحار عندهم الشدود الجنسي عندهم التفقق العائلي عندهم الخيانة الزوجية عندهم الشعور باليأس والإحباط عندك لوجو دين الحياة ما بقاش عندهم هي هكذا الحياة خلقها الله تعالى من هو الناجي؟ الناجي هو الذي تمسك بعقيدة الله وشريعة الله وسار مع أهل الله في طريق الهداية والنور ونحن هذه الأيام نحتفي بذكر ميلاد خير خلق الله القائد الأعلى هو نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شاء الله في الحلقات المقبلة نتعرف عن هديه وعن المبادئ التي دعا إليها ونسير على ضوئها وسوف نفلح ورب الكعبة بنتي للا وفاء الله يشافيك اللهم تعالى يعافيك اللهم تعالى قويك وزيدك ربي بالفضل والنعيم اللهم أمين اللهم أمين يا أكرم الأكرمين